نحن استمرار للضمار لدار بوتفليقة لكن الآن مضعف ويجوك سنتين من إنجازات تبون وإنجازات كذا حتى أني إضحكت بعث لي واحد من الآفاظل كاتبين من إنجازاته تجريم حركة رشاد ووضح حركة إرهابية هذا إنجاز هذا هذا إنجاز هذا كذب مطلق هذا استفزاز للشعب الجزائري هذا استفزاز للجزائريين اللي يشوفوا الظلم والحقرة والخداع والكذب وسجن الأحرار وهذا خداع ما يقومون به في الخلاصة هو أنهم كلما تحدثوا على إنجازات كلما زادوا من غضب الجزائريين الناس تدير لاشين على الحليب لاشين على الزيت لاشين على الدراهم لاشين ما نشعرف وين المال اللي ما وصل تري سيتي اللي تقطع الانترنت اللي تقطع وين تروح العوج وين تروحش كل يبعثك إذا عندك اللي يبعثك توصل لها ما عندكش خلاص تجرى مثلا المسابقات للدخول لأي منصب عمل تقدر تجيب تسع عشر على عشرين ما تفوتش واللي جابوا خمسة على عشرين ولا ما حضروش أسلر يفوتوا كتافهم أعراض عندهم علاقات أو ما تدوش كارة وبالتالي هاو الانهيار كيفاش يكون كيكون الطبيب اللي يصبح هو اللي في أفضل الأماكن وفي أفضل المناصب مزور وصل بالشكارة وبالمعارف هو يقتل الناس كيكون مهندس المعماري الأرشيتاكت مزور وصل بالترافيك وبالمعارف واللي عنده علاقات وعنده هو الطيح البطيمات كيكون الأستاذ الجامعي مزور دكتورة مزورة وصل أو وصلت بالتزوير هو يخرج لك جيل يجهلك لو كان ما دخلوش الجامعة خير يخرجهم جهالة واراكم تشوفوا مستوى التعليم في الجزائر كيكون اللي تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة أو المدرسة العليا أو المدرسة الدبلوماسية ويتخل بالمعارف اللي جاب 16 في المعدل ما عندهوش معارف ما تخلش اللي جاب 8 أو جاب 6 أو ما حضرش تخل يخرج لك دبلوماسيين فاشلين وإداريين فاشلين وولات فاشلين وش هيا يخرج لك وش هيا يخرج لك كل اللي يدخلوا للجيش وحنا عارفين الآن اللي يدخل الآن باش يدير ظابط ولا نازم يدفع وما يدخلوش اللي هما مثلا مستحقين وداروا الكونكور وجابوه أو عنده مستوية عليا في البكالوري بحق مش بالتزوير يدخلو لك باسكو عنده بابا هذاك عقيد والاخر جنرال والاخر كولونال والاخر كوموندون والاخر عنده معرفة وواحد ما ديش كارة وش يخرجوا لك يخرجوا لك ذباط مزورين وبعدين صرفوا على هذه الأشياء ما بعد يعاودوا يعاوضوها ينهبوها من الشعب وينهبوها من مال شعب أو مباشرة تم جيوا في الشعب والقاضي المزور أو القاضية المزور ونفس الشي وش يخرج لك يقول لي يخدم باش يعمر شكارة باش وصل لهذاك المنصب أو باش حتى ولا قاضية وكذلك الكوميسار وكذلك الوالي وكذلك الكوموندوند لاجندر كل شي يباع وكذلك الجمار كل شي يباع المناصب تباع شهادات تباع إما تباع بالمال أو تباع بالمعارف أو حتى بما هو أسوأ وش يخرج لك فتزداد البلاد النهيار ويزداد الانحراف كيجيبون لكتبون وحطوه هو رئيس الدولة من 68 وهو في إدارة الخرار لما حطوه رئيس الدولة كان عنده 51 سنة تجارب في الفساد وفي النهب ووصل إلى أن علتم متورطة في الكوكاين وما سيأتيك منه وما سيأتي المسؤولين سيعينهم أحلى شكلتم حتى حتى داخل الجنرالات اليوم بعض الإيطاحات يتم الإيطاحة ببعض الجنرالات لباس شوية لباس يعني ويجيبوا جنرالات دموي ومفسدين ناهبين كانوا نهبوا بلا حدود يعني 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 يجيبوا لك جبار مهنة عن سبيل المثال وش كانت خليل الحبس يعني يعني يضعوه ضابط كبير في المخابرات الإرهابية وش سيأتيك سيأتيك الحرائق في منطقة القبائل أو في منطقة النابة أو بش يبرر خدمته سيأتيك عمليات اغتيال وينسبها إلى مجموعات إرهابية سيأتيك عمليات مفبركة رح يجيب لك دحدوح هنا ودحدوح لهيه مش رح يجيب لك لذلك ثورة الشعب الجزائري اضطرار كلما تأخرنا كلما تعطلت الأمور كلما انهارت الأمور وهو من الناس اللي كان عندهم نوع من سواء خدعوا نفسهم أو خدعوهم وخدعو بما سمي بالنوفمبرية رهم بالمقلوب بعضهم حتى فيما عرفت بعضهم بعض الأسماء كاللي هربوا بالبوطي وكاللي انتحروا لأنهم كانوا من دعاة طبعا كاين هذو هما هذو اللي اقتنعوا طبعا كاين المزيفين هذو ما كاش مشكل هذو قال القيد دنوا دنينا هذو مات الملك يحيى الملك هذك مستعد اليوم يعبد القيد صالح كما كانوا وغدوة يسبوا بالمقلوب اليوم يعبد المنجل قايدي وغدوة يعبد شنغريحة اللي نحاها اليوم يعبد واسيني اللي كان من أخطر جنيرات في البلاد بعد القيد صالح وغدوة يلعنوا لعن كثيرا عندما أصبح جندي وأطاح بجمعة التوفيق واجمعة نزار هذو لا إلهة هذو منافقين يعني لا إلهة على حساب اللي يدفع لهم يعني ترجمة نانسي قنقر